اشتركوا في القناة من الناس بيتكلم ان دايما العقلية بتاعت الانسان والشخص نفسه بتكون سبب في نجاحه وساعدته او تعسته نعم ازاي؟ الحقيقة هو الفضوع ده في غاية الهمية وبيتدرس على مستوى التنمية البشرية او مستوى السايكولوجي اينا من نفس والبناء الذاتي الحقيقة التصور الزهني ما يطلق عليه التصور الزهني هو الاساس في تكوين شخصية الانسان ستيفن كوفي بيقول ان عقل الانسان هو العالم بتاعه هو الذي يخلق العالم بتاعه بمعنى ان كل ما يكون طريقة يعني الطريقة اللي انا بفكر فيها او بفكر بيها هي اللي بتقودني اما للنجاح واما للفشل في مبدأ في علم الان البي او البرمجة اللووية العصبية بتقول انه الخريطة ليست الارض الخريطة والارض ما هي الخريطة وما هي الارض الخريطة هي بالزبط الافكار اللي عندي اللي كونتها على مدى الزمن من طفولتي مرورا بكل فترات حياتي حتى ما رسخت في ذهني وبالنسبة للارض الارض هي الحياة اللي احنا عايشينها في الواقع الحياة 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 كيف اراها وكيف اتعامل معاها وكيف افهمها بيبتوقف على الخريطة الزهنية فستيفن كوفي بيقول فيه نعيم الخريط خريط خاصة بالواقع الموجود في الحياة وخريط في ذيني انا عن هذه الحياة فالموقف اللي انا شوفه ممكن يقلمني قوي ممكن غير يضحك عليه ده بينيجا تيجي ايه بيجي نتيجة تراكمات الخبرات والثقافة اللي تكونت على مستوى سنوات كثيرة فهي بتجمع بين الفطرة وبتجمع بين البيئة وبعد كده بتيجي لعملية السايكو السايكو او السايكولوجيكال امباكت على الانسان او النفسي التأثيرات التفسية بتيجي من الطفولة والان علماء الاطفال اعلوماء الطفل بعلمي نفس الطفل بيقولوا وبالتجارب العملية ان الطفل اللي احنا بنستهين به من ست شهور بيستطيع ان يميز الاحداث حواليه من ست شهور؟ من ست شهور وتعامل التجارب لا يتسع الوقت لذكرها لكن ان هو بيبقى عارف العالم اللي حواليه وعارف الشخص او الانسان او الانسان اللي بتتعوى سواء والدته او غيرها وبيبقى عارف حركاتهم وشايف حركاتهم وحاسس بأمورهم اللي هو بتخيله ما عندهوش عقل فطول فترة حياة الانسان وبيعمل تراكمات من الاحداث العوامل النفسية الخبرات اللي بتخليه بصر الحياة اما بطريقة ايجابية او بطريقة سلبية نتيجة هذا الموضوع الناس كتير بنتكلم على الايجابية وان الانسان لازم يكون عنده نظرة ايجابية ولكن في واقع الحياة لما بيحصل ظروف بمناسبة ان احنا بمر بظرف صعب علينا كلنا زي الكورونا الناس مش عارفة تشوف اشغالها مش عارفة تراعي مصالحها مش عارفين القلقين وخايفين من بكرة من لقمة العيش ومن الشغل ومن الحياة مش عارفين هيحصل ايه بكرة تحديات الوضع الحالي الافكار دي غصبا عنك بتجيلك فاكيد فيها جزء كبير سلبي ازاي انا اقدر اتحكم في الافكار دي ازاي اقدر اتعامل من خلالها عشان ما يحصلش الشوت داون يعني عشان ما يجيش الانسان في اللحظة من اللحظات يلاقي نفسه واقف بلا حراك بلا امل يائس مش قادر يقدم حاجة جديدة مش قادر يساعد الناس اللي حواليه لان المطلوب انه يبقى ايجابي في وقت فيه معاوقات كبيرة جدا وتحديات خطيرة جدا نقدر نعمل ده ازاي الحقيقة دكتور هو المفروض انه الموضوع مش موضوع موقف الموضوع بتاعتكوين ذاتي بنكونه على مدى تراكمات يعني انا مش جاي اتعلم ازاي استطيع ان ادير نفسي في وقت ازمة انا لازم يكون مستعد لهذه الازمة بمعنى صح زي ما تفضلت حضرتك في تقديمتك البرنامج ان احنا موضوع النجاح يستاهل ان احنا ندرسه ونفهمه والادوات اللي حضرتك كلمت عليها اللي بتوشيلة في الشنطة معاك لازم تكون معاك دايما من هذه الادوات هي التفاعلات النفسية والتعامل السيكولوجي مع المواقف اللي هتقابلك في الحياة مش هيكون فيروس كورونا هو الوحيد اكيد بتقابلك صدمات في الحياة كثيرة جدا تستطيع ان ترفعك الفوق يتنزلك لتحت كيف تستطيع ان تتعامل معها وتنظر اليها هذا التكوين السيكولوجي المفروض على مدى زمن طيب خليني اقصى عارق سؤال اللي فاته التكوين السيكولوجي يعني خلينا نتعامل مع ارض الواقع دلوقتي مش كل الناس قدرت تعيش في بيئة ستاندرد او تعيش في بيئة يتحفز عليها ويتم تعليمهم وخلص في ناس التكوين الشخصي ده خلص مرحلته عدت احنا دلوقتي في وقت نقدر نستفيد ازاي من الكلام ده اللي فاته حاجة وشايف دلوقتي الوضع بطريقة سلبية او شايف ان الوضع مهدد وده حقيقي جزء حقيقي ازاي نقدر نخليه ونقدر نساعده المشاهدين بتفرجوا عليها دلوقتي ازاي نقدر نخليه يتعامل مع الموضوع ده بطريقة جبية ازا كان فقط جزء من التكوين النفسي والشخصي لان مش كل الناس عاشت بنفس الظروف او في نفس البيئة الخارجية او في نفس العوامل او بنفس طريقة التربية او في نفس المكان اكيد في عوامل كتير مختلفة ولكن اكيد لنا دور نقدر نساعد في الوقت ده مع اختلاف مستوات التعليم مع اختلاف الثقافات مع اختلاف الاماكن مع اختلاف طريقة التربية مع اختلاف طريقة التكوين لكل شخص اكيد ممكن يكون عندنا طريقة ازاي نقدر نعمل ده طبعا انا بشكر القناة اللي هي عملة المبادرة بشكر برنامج حضرتك في الاساس انه ده بعتبر ده جزور او طريقة للتعامل مع الحياة نحاول نوجه انظار الناس للجوانب العملية اللي ممكن تكون فاتتهم الدور الاعلامي في اي بلد زي بلدنا الجميلة مصر دور مهم لازم نقوم بكلنا على مستوى الاعلام جمالا والحمد لله يعني معظم القرارات المصرية وبتتكلم عن الايجابيات في التعامل مع المواقف والتعاون بين الناس وده موضوع مهم جدا الناس اللي بتقابل الابزمات الان احنا دورنا عليه انحنا لازم نقول الناس اللي عندهم قدرات ان هم يساعدوا الناس اللي عندهم قدرات اقل رجال الاعمال اللي هم بيقدروا ظروف الموظفين والعمال وبيراعوا ظروف ان فيه ازمة وبيقطعوش عنهم الرزق او بيخرجوهم او بيتعاملوا معهم بطريقة مرضية بين الطرفين دي كلها نوع من الحلول لكن برامجنا دي وهذا البرنامج اتفضلت حضرتك به وان شاء الله هستمر فيه وحضيف فيه للناس وتقولهم باعتبار انتو كمؤسسة تدريبية مؤسسة تعليمية مؤسسة استشارات انتو تقدروا تقدموا العلم ده للناس عشان نلفت نظرهم لاهمية التعامل الهادئ مع المواقف دي رجعنا نقول الفيروس مش هيكون هو نهاية العالم العالم الانسان نفسه هيعيش عالمه الخاص اللي هيواجه فيه مواقف صعبة لازم يتعامل معاه بالواقع وبعدين فيه حاجة تانية وليم جيمس اللي هو بيعتبر ابو العلم النفس الامريكي بيقول انا ممكن اعالج اي حد في العالم الا واحد بس اللي ما عندوش ايمان ما عندوش ايمان اه فيقولك انا ممكن اعالج اي حد وده ابو العلم الامريكي هو المؤسس علم النفس في امريكا بيقولك ان انا استطيع ان اعالج أي واحد عند مشكلة نفسية إلا واحد فقط اللي ما عندوش إيمان لازم إحنا الحمد لله بيقيتنا في مصر على أي دين سواء كنا مسلمين أو مسحيين عندها نوع من الإيمان عندها نوع من استقع في الله عندها نوع من الرضا ونعرف أن دي بتلاقات لابد نحن نوجهها بمنتهى الإيجابية ومنتهى الروح الطيبة على مدى الكرسات حضرتك أو اللقاءات اللي هتم هنا أكيد هناخد جرعات متتالية إن شاء الله نضفها للناس إزاي يستطيعوا يواجهوا بس إحنا الحاجة نأكد عليها مية في المية النظرة الإيجابية وتكوين الذات والتصور الزهني عن المواقف هتخليني كتير أقدر أتعامل مع المواقف بشكل فيه نوع من الإيجابية والمبادرة طيب عايزيني أستفيد من الوقت بتاع حراك ده ونستثمر الفرصة الحراك موجود معنا فيها ونطلب من حضرتك نصحتين نصيحة للشخص اللي عنده بتعامل مع ناس شايفهم ما عندهمش التكوين الكامل اللي يخليهم يتعاملوا بطريقة إيجابية إزاي ننصح الراجل ده يتعامل مع الناس دي إزاي جميل والنصيحة التانية العكس لو الشخص اللي عنده التكوين الشخصي ده كويس وكامل يتعامل مع الناس التانية مديرينه أو رؤساءه لو ما كانش عندهم التكوين ده اللي يخليهم مؤهلين إنهم يتعاملوا في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها دي فعايزين نصيحة للرئيس ونصيحة للمرؤوس باختلاف دورهم والله يا دكتور هذا سؤال حقيقة رائع جدا 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 أنت تعرف في علم الإدارة إنه الرئيس له دور مهم جدا هو تنمية الناس اللي معاه وده دور مهم جدا فإذا كنت أنا في دور الأب أو في دور المدرس أو في دور مدير في العمل أو رئيس مجلس الدارة الشركة وعدي بجموعات من الناس دوري ليس الانتقاط فقط كريتسايز لا دوري فيه تقويمي كل ما كان عندي من علم لازم تكوفي إن أنا أوسره للناس دي بطريقة إن أنا أستطيع أن أرفع مستواهم وزي ما تفضلت حضرتك يعني إن أن بيقولوا إنه 15% من النجاح بيقوم على الجانب المهني و 25% بيقوم على جانب الاتصال فاقتصال مهم جدا سواء مع الزوجة مع الابن مع الرئيس مع المرؤوس هو علمي في حد ذاته كل ما استطعت أن وده الكلام ده بيقوله ستيفن كوفي اللي هو من أكبر ناس يعني رجل مدير محاضر عالمي بيقول إنه أنا دوري تكون فيتو يعني أنقل للناس الأخرى العلم اللي عندي والتقويم والملاحظات عشان أرفعهم وأن ومن كل من نتكلم قبل الحلقة عن حالات من النجاح معنا اتصال هستأذنك بس فضل هلو 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 أيوة أهلا وسهلا يا محمد أهلا وسهلا أيوة يا ابن فضالي فند عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضالي فند فأقول لها بريتك يا دكتور أنا ابني عنده ستة وتلاتين سنة أيوة تفضالي سمعك وكل ما يعمل أي موضوع هو معه ما هتحاسب آلي كل ما يعمل موضوع يشتغل فيه ولا أي حاجة يشتغل فيها يقوم فاشل فيه يقوم ما يتنجحش أي مشروع عمل كذا مشروع وما ينفعش ينجح فيه ممتاز ممتاز ومتن معرفش حقوق يعني أنه إنسان ذاكي وكان كويس ماشي في المدرسة وكان عمل مشاروع له وكان ماشي زي الفل أكده لقيته مش عايز يتعارف مش عارف يتعامل مع الناس ممتاز هنرد على حضرتك دلوقتي هنرد على حضرتك مع أستاذ شريف فضل أستاذ شريف الحقيقة طبعا هو نشكره عن مبادراته إن ده بيبين إن هو إنسان عنده مبادرة وعايز يتعلم وعايز يندفع الأمام زي ما قلت لحضرتك إنه ممكن يتعامل مع حياة بإيجابية أو بسلبية ده يعتبر نقطة لي ممتازة جدا بس برضو لازم نعرف ناخد بالأسباب يعني أعطلها وتوكل لكل حاجة في الدنيا ليها أسباب للنجاح أي مشروع ينجح لازم ليه أسس جزء منها خاص بالعمل وجزء منها بعلاقات الإنسان العلاقات الإنسانية إدارة المشاريع فيه علوم إزاي اسمها علوم دراسة الجدوى ودراسة الجدوى دي بتبين إزاي قدير مشروع مبدأة من الصفر إلى نهايته ودي بتبقى لها دورات دراسية ممكن تتاخد في أي مكان من الدورات الموجودة وبأسعارها بتبقى معقولة جدا بيستطيع يستفهم أي أسباب نجاح وفشل المشاريع ده الجانب الخاص بالمجاح طب هنا محمد كلمتنا على حاجة مهمة جدا ودور خطير جدا إنه عنده تحدي في التعامل مع الناس تحدي في التعامل مع الناس فعايزين نعرف ما حالك وستشريف إزاي يكون الإنسان ممكن يكون عنده مهارات قوية فحاجاته بيفهم في يوم هو معاش هادا كويسة وعنده زي ما حالك قلت مبادرة قوية يعني يليت يكون سمعنا كمان دلوقتي إنه هو عنده المبادرة عنده المبادرة لأنه في ناس بتخاف حتى تبادر أو تحاول أو تشتغل ممكن يخاف على رأس مال ويخاف فهو عنده حاجات كويسة ولكن هو التشخيص جاي في المكالمة هو عنده مشكلة في التعامل مع الناس مشكلته في التعامل مع الناس دي هي اللي خليته خرج من فشل لفشل لفشل أنا هنا عايز أن نوع على حاجة مهمة جدا إنه ممكن بيحصل عنده اعتقاد ذاتي لأنه مع كثرة التجارب التعجيزية والخروج من فشل لفشل ممكن يجيجي عنده نوع من الاعتقاد إنه هو إنسان فشل وهو غير قابل للنجاح أو غير قادر على الإنجاز فإحنا نقدر ننصحه بإيه وإزاي الحقيقة يعني فيه أمور معينة يعني إنسان اللي بيكون مريض معين بمرض معين ويبقى ليه دواء معين ده في الكلام بمعقول إذا كنت أنا أفتقد لعلم معين أو مهارة معينة لازم يروح لأصحاب المهارة دي على المهاني العلاقات الإنسانية وتطوير الزات والتنمية البشرية موجودة الآن كأحد أو يسموها مهارات القوة اللي هي الـ Power Skills لازم يتعلمها وده زي لأد من صرف في المشاريع ما أعتقدش إن فيه صعوبة إنه هو يخصص جزء من هذه الأموال أو يتصرف أو يتصرف بأي طريقة إن كان إنه هو يستطيع أن عن طريق أحد المعاهد أو المراكز التدريب أو الاستشارات إنه هو ياخد دورات في العلاقات الإنسانية لأنه بمنتهى الأمانة هو ده أساس النجاح 85% من نجاح المشاريع بتعتمد على مهارات التعامل مع الناس ممتاز ممتاز يمكن بالذات يمكن أباديته محمد كونسا معنا كمان إن الشخص اللي بيفتقد المهارة بتاعت التعامل مع الناس ممكن يكون عنده المهارات الفنية الخاصة بالمشروع نفسه بعرف شاطر عارف يشتري منين عارف يبيع بكام عارف يبيع إيه عارف نوعية الحاجة اللي بيشتغل فيها ولكن قدرته على التواصل مع الناس والتعامل مع الناس عشان يحق هدفه في الشغل أو هدفه في الترقية وده اللي بياخدنا إنه ناس كثيرة جدا 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 بيمشوهم من شغلهم بيفصلهم من عملهم وبيكون السبب في التعامل مع الناس وللأسف الشديد فيه نقطة مهمة جدا إنه ساعات الشركات ما بتقولش الفيدباك ده ما بتعرفش الشخص اللي ميشي إنه ميشي بسبب عدم القدرة والتعامل مع الناس أو مع الأشخاص وبالتالي فبيفضل بيروح من مكان لمكان 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 وهو عنده نفس العيب وعنده نفس التحدي ما بيتصلحش وما بيتعليكش ننصح الناس اللي زي دول بإيه يا مستر شريف والله يا دكتور يعني أنا كلمة حركة عن خيراتي الشخصية على مدى أكتر بخير سوى 30 سنة في مجال البنوك والمال والأعمال وأستطيع أقولك إنه شفت حالات زي دي جدا كتير متعددة يبقى إنسان عنده سكيلز مهارات قوية جدا في عمله نواحي الفنية في عمله سوى بيشتر في مجال المالي أو بيشتر في التسويق أو الإداري لكن بيقع في مشكلة كبيرة جدا إنه هو إزاي يتعامل مع الناس ده أمر في منتهى الخطورة وليس سهلا والحقيقة عشان تعمل تغيير لهذه الشخصية في مسلمات معينة لازم يتم يعني علماء الإدارة بيقولوا إنه في مجال الأعمال بيوصوا رجال الأعمال إنه إذا الإنسان عنده مشكلة في الأتيتيوت يعني في الطباع بتاعته لا يمكن حلها لا يمكن حلها بسهولة يعني ليست الإدارة مهتمة بقوي إنها تعالجها وإنما الإنسان اللي عنده قلة خبرة أو قلة بعرفة في علم مهني معين ده ممكن إصلاحه لذلك أنا بشوف إنه مهم جدا وفي حل تاني بالنسبة للأخ اللي هو ما عندهش علاقات إنسانية إذا كان هو ما عندهش حتى استعداد ودخلت في التعليمات فإذا نخلي جزء التسويقي جزء العلاقات جيب ناس يشتغلوه إذا أنت حسيت إنه هو فاشل إنت فاشل تماما إنك تحقق هذا الجهد مش بالضرورة إنه صاحب العمل يقوم بكل شيء يقوم بالإدارة ويقوم بالحسابات ويقوم بالتعاون مع العملاء لا هتحد معك يكون عنده مهارات التعاون مع الناس وده المصلحتك أنت عشان ينجح تشروع ويا حدك بتلخص النصيحة بتعتك في حاجتين هو يشتغل على نفسه ويدور على برامج تساعده في اكتساب المهارات وممكن في نفس الوقت أنه هو يعين حد أو يستعين بشخص عنده المهارات دي موجودة أصلا ويستفيد منه في الموقع ده عشان يكمل ويوفر له جهد ومال وكل حاجة في فترة معينة يقدر يدفع بشريعه فيها الأمام ممتاز طيب حدك كمدرب في القيادة والكارزما احنا بسمع كتير قوي عن كلمة الكارزما هل ليها دور في تشكيل عقلية الناجحين الحقيقة دكتور الكارزما هي بتعتبر روح النجاح الكارزما هي أحد أدوات الهمة أو تشكيل الشخصية اللي تستطيع أنك تتحقق نجاح باهر إيه هي فكرة الكارزما فكرة الكارزما أن أنت لما تتعامل مع ناس خاصة لما تكون قائد حتى على مستوى البيت حتى على مستوى العمل إداري في أي مكان تستطيع أن تتعامل مع الناس وتحقق اللي أنت عايزه ويساعدوك في حل وهم مبسطين فأنت تستطيع أن تؤثر الناس بشخصيتك المتكملة أن هم يبقوا سعداء اللي بيشتغلوا معك وبيلفزولك اللي أنت عايزه وفي نفس الوقت بروح جميلة جدا وبيدوروك حتى عن سبل أخرى لمزيد من النجاح فالكارزما مكونات الشخصية اللي تستطيع أن تخلي الإنسان يحقق النجاح بطريقة سهلة جدا طيب خلينا نتكلم بطريقة يعني برضو مختلفة عشان نقدر نوصل للناس أكتر موضوع الكارزما ده هل هو حاجة ممكن للناس تكتسبها ولا الناس اللي بتتولد بيها وربنا بيديهم الموهبة دي هي دي الناس بس اللي بتنجح ودول أكيد عددهم قليل والله علماء الكارزما اللي احنا تعلمنا على قديه ومازلنا بيقولوا أنه الحقيقة هو جزءين جزء فطري وجزء تعليمي لكن لا يعني أن أنا ما عنديش الفطرة دي أنا بدرش تعلمها الأدوات بقت موجودة والعلوم بقت موجودة والبرامج التدريبية بقت موجودة لسقل الشخصية كذنين يعني ممكن شخص يكون معروف عنه هو مالوش حضور مالوش قوة تأثير مبيعرفش تعمل مع الناس مالوش اختلاط هل ممكن الشخص ده في يوم من الأيام ييجي عليه وقت ويبقى عنده كارزما والناس بتحبه وتسمع كلامه وزي ما حالك قلت ينفذوا كلامه ويمشوا وراه وهم مبسوطين والله بتحصل نتائج باهرة يعني أحد المعاهد التدريب اللي اشتغلت فيها في قصة حصلت فيها إن في واحدة حضرت أحد برامج التدريب الخاصة بالقيادة والكارزما وما كانتش بتقدر تقعد دقيقتين حسب ما فهمت من جوه للمحاضرة لعدم قدرتها على التعامل مع الناس والتواصل والخجل زيرو كارزما زيرو كارزما زيرو كارزما الناس طبعا النبهاء اللي هم بيعملوا برامج التدريب دول استطاعوا أن يحولوا هذه الفتاة والسيدة إلى شخصية متكملة ما بقتش هي مصدقة نفسها في خلال دورة واحدة فما بالك ما بالك إذا كانوا لك مجموعة كبيرة يعني فيه أنا أعرف أحد المعاهد وفيه مجموعة بتدي خائدة بالكارزما وفيه بتدي التأثير ودي برامج أنا حضرتها شخصيا وشعرت أن أنا إنسان تاني تماما بعد هذه الدورات أنا على المستوى الشخصي اكتسبت مهارات كبيرة جدا أضفت لنفسي سقل ومهم وعرفت أسرار العلمية اللي ممكن تحول الشخصية إلى شخصية جبارة طبعا عايزين نشارك سر أو اتنين مع المشاهدين ونستغل بفرصة الحراكة موجود معنا كده لو تشارك معنا سر أو اتنين مع أسرار الكارزما نقدر نقول مثلا على سبيل مثال عدم انتقاد الناس والسماعة الإنصاط تحت أدوات النجاح في مجال الكارزما والتأثير الإنصاط إزاي آه إزاي فيه فرق كمان بين الإنصاط وبين الاستماع الحقيقة أي إنسان تخيل نفسك أو أنا أي واحد عنده مشكلة نفسية أو بالدايق بيروح لدكتور طبيب نفسي إيه اللي بيبقى عايزه أهم حاجة أنه لحد يسمعه الإنسان دايماً بيعاني عنده مشاكل كل إنسان في الدنيا عنده مشاكل لما أنت بتسمعه بتخلق نوع من الود منك وبينه مش بس تسمعه طب إيه الفرق بين الاستماع والإنصاط؟ الإنصاط هو تكريس جميع الجوانح داخل الإنسان سمع ورؤية وتركيز وهدوء تسمعه بقلبك بقلبك تسمعه بقلبك وده أحد أدوات القوية جداً في التأثير وفي الكارزما في التعامل معه تسمعه حقيقي تسمعه حقيقي؟ كتير من الناس بيقولنا عندهم مشكلة في المتحدي كبير يقولك أنا موجود بس أنا مش موجود يعني هو قاعد في وسط صحابه بيفكر في البيت قاعد في البيت بيفكر في العيلة قاعد مع العيلة بيفكر في الشغل فهو موجود جسداً ولكن روحاً مش موجود حال حالك تقصد ده؟ آه لأنه أنا الحقيقة يعني أنا بعمل فيديوهات طبعاً اليوتيوب وبيجيلي بعض التعليقات أنا فيه واحد بعتلي قال لي الكلام أنت بتقوله جميل جداً إنصاطه كده بس أنا محدش بيسمعني صعب علي شكو عامة آه أنا مش حايز حد يسمعني أنا عندي إعاقة وعندي مشاكل نفسية وعندي حاجة حتى أهلي ما بيسمعونيش أصدقائي ما بيسمعونيش أنا حاس الوعدي في النفس في الدنيا إحنا كلنا محتاجين نسمع بعض جداً وننصت ونتفاعل والشخصية الإيجابية أكتر هي التفاعل التفاعل يعني البوزيتف سيكولوجي أو علم النفس الإيجابي بيقوله فيه أسباب عشان تبقى أنت سعيد وعشان يقع عندك تبقى شخصية محبوبة وعشان تعمل التواصل مع الناس أهم حاجة فيها أن أنت تعطي جزء من أذنك وسامعك وحياتك للشخص اللي قدامك عشان تقدر تديله ثقة في نفسه وتقدر تتفاعل معه وده بيحقق بينك وبينه مش شرط ترد عليه مش بالضرورة مش بالضرورة على فكرة جون جري اللي هو صاحب الكتب الأكثر ربيعاً هو الرجال من المريخ والنساء بالزهرة بيقولك أنه الست عموماً أنه ده سر آخر شاكرينجاً لقد أخذنا سرين فيه سر تاني أن الست تحب تتسمع مش بالضرورة تقول رأيك هي مش عايز رأيك أه تكني سمعها بس وصدقني الأخوات أو الأمهات بس إحنا بوزنا عليهم كده عارفوا كده أن إحنا عارفين لا أبداً ده كويس يا ليت بس تصلح الأمور أكيد كلهم لو سألتهم هتقولك يا نفسي جوزي سمعني طبعاً وبنتك هتقول لك يا نفسي ماما طبعاً تسمعني صح وهكذا فالناس كلها المرأة عايز تخشلها وتكسبها وتكسب قلبها اسمعها انصت ليها هي مش عايزة منك إيابة ورعزة تقلق عليها انصت ليها بجوارح فالإنصات عموماً سواء مع المرأة أو مع الرجل مع الحياة أحد أدوات النجاح والتميز والكاريزمة والتأثير ممتاز نقدر ناخد سير صغير كده قبل مثلاً خلاص الحلقة بتاعتنا من مستر شريف هقول لحضرتك حاجة مثلاً سير المؤثرات تأثير اكتشفوا مثلاً ان في بعض حاجات لها تأثير جداً وانت بتتعامل مع الناس وده خاص تقديل لمجال الأعمال مش لمجال الشخصي لمجال الأعمال انه أحياناً الروايح اللي انت بتحطها بتأثر لها تأثير نفسي على الشخص اللي جاي يتعامل معك على سبيل المسأل في أمريكا مش موجودة يفكرت بس لما بيجوا يبيعوا بيت بيعملوا خبيز بيجون بيت عايزين يبيعوه شقة أو عماء أو ظلة أو كذا بيعملوا فيه خبيز عيش عشان يبقى فيه ريحة الأمح والدقيق اللي بتبقى موجودة ودي تأثر يا دكتور اه طبعاً تأثر جداً في السوبر ماركت نفس الموضوع السوبر ماركت لابد يعملوا مع المواد الغذائية يعملوا ماء قسم بيكري اللي هو مغبز اه بيزود نسبة حوالي 30% 30% اه مبيعات 30% هذا الوضع فكمان الأرواح أو الروايح بيبقى ليها نوع من الزكريات فيه مثال على سبيل بيساكر ده قولنا أستاذنا المعلمنا الكاريزمة قال لنا أنه أن فيه شخص كان فيه في أمريكا عنده محل والشباب قدامه بيقفوا كتير جداً وعملينهم مشاكل وهما طبعاً بيسمعوا أحبوا يسمعوا الجاز والحاجات الجديدة أوكي فراح جاب لهم كاسيت وحطوا لهم أغاني كلاسيك بتاع الزمان من خير بيقول لهم حاجة أخدوا بعده ومشوا طفش فأنت أزاي تستخدم أدوات الصوت الموسيقى الممكن لو كانت تكلم معاهم بطارية بواش ركنوا رفضوا أو عنده بذات الشباب في السنة الصغيرة دول محتاجين معاملة من نوع خاص نعم فده أحد الأسرار برضو في التعامل اللي أنت بتراعيه دايماً حتى ألوان يعني حتى معروف الأشيطة التجارية زي مثلاً مطاعم زي مثلاً المركز مثلاً يبقى فيه بعض لمسات طبيعي الأسنان تلاقي عنده مثلاً ويحطوا دايماً فيه اللي هو السمك حروص مثلاً المطاعم بشكل عاملية اللي هي بتقعد كريستوران بيحطوا فيها ألوان معروف الأزرة والأصفر ففيه بعض قبول بتخاطب النفس البشرية تستطيع تعمل تأثير كبير متشكر جداً جداً مستشعر في الوقت حضرتك والمبقودك معانا والسكيلز الحلقة عادت محرك بسرعة جداً حضرت بساطة وستمتعنا بلقاء حضرتك أعزائي المشاهدين متشكر جداً لكم ووقتكم وحضرتكم إن شاء الله بإذن الله معانا المفيد في غير الناس ترجمة نانسي قنقر